لا يستطيع الكثيرون لربما الادعاء بأنهم يملكون نفقا خاصا أمام المنزل هذه قصة عائلة حجاجلي في قرية الولجة التي سيتحول بيتها إلى سجن وسيصبح المتنفس الوحيد وهذا النفق تحت الأرض إنها قصة بيت متواضع وقع متطرفا في قرية الولجة فأبقاه الجدار معزولا عن القرية وبعد أن يأست إسرائيل من إغناع ساكنيه بالتعويض والرحيل ابتكرت أسلوبا جديدا إحاطة المنزل بسياج إلكتروني وحفر نفق تحت الجدار لربطه بالولجة وشو يعني يعني بيبين كأنه إشي إنساني عم بيعملو لك نفق خاص ما حداش بتصحيله نفق له إنت بتحكي من أي منطق بتحكي نفق خاص هو ما بيعطيك رفاه اجتماعي أو بيعطيك إشي بالعكس هو كاعد بس جنك في السجن عم بديش أبالغ في التشبيه كجنية حيوانات بحطك بقفص وبحط لك ممر وتطلع لحالك وتدخل لحالك وفيش روابط مع القرية تكلفة حفر النفق وبنائه تصل إلى نحو مليون دولار لكنه يحول دون تعديل مسار الجدار وخسارة إسرائيل لمئات الدنومات التي صادرتها وجودنا لم يرقل لجيش الإسرائيلي عن ما يبدو الذي احتج على إزعاج بنات الجدار وليس بعيدا عن هذا النفق سيشق نفق آخر هذه المرة لربط ثلاثة قبور لعائلة البرغوث التي خسرت عشيرات الدنومات بسبب الجدار بالقرية يعني إذا ما نصرش نطلب تصريح تريد ندخل على القبور الأرض راحت والشجر تخلى إسرائيل دولة عدوانية لا تترك لا بشر ولا شجر ولا حجر الجدار العازل الذي سيحيد بالولج يمهل لبناء مستوطنة جديدة ستضم للقدس هي جفعات يعيل زياد حلبي العربية من قرية الولج قرب بيت الحم